خلينا نحيل الأمر إلى حد يمكن محاط بالموضوع أكتر مننا سيادة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام براحب بيك سيادة المستشار إزاي حضرتك يا فاندي أهلاً أهلاً جابر بي أهلاً وسهلاً حضرتك من أور الشاشة ربنا يخليك يا فاندي ربنا يخليك أنا مش يعني الخبر هقوله لحضرتك تاني أنه ذكرت وسائل إعلام تركيا اليوم والجمعة أن السلطات التركية أغلاقت الوصول إلى شبكة ديتش فيلا الألمانية وسوط أمريكا بسبب عدم وجود رخصة بث لديهما أنا مش يعني خبر قوي لو عند حدك توضيح يبقى كتر خيرك طيب هو طبقاً للقوانين التركية في مجلس أعلى للتلفزيون والإزاعة هناك تمام زي عندنا في مصر فيه المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام تمام المجلس الأعلى للتنظيم التلفزيون والإزاعة في تركيا طلب من إزاعة صوت أمريكا ومحطة دويتش فيلا أن هما يوفقوا أوضحهم في فبراير الماضي بالحصول على الترخيص اللازمة طبقاً للقوانين التركية والحقيقة أنه كان فيه بينهم مفاوضات ومناقشات منذ فبراير الماضي وواضح كده من النتيجة اللي سياتك بتعلن عنها أن هذه المفاوضات لم تصفر عن شيء فصدر القرار النهاردة بالبلوك أو المنع الوصول للمؤسستين دول في الأراضي التركية لعدم حصولهم على الترخيص اللازمة حقيقة جابر بيه إحنا لازم نعترف دايماً بأن من حق الدولة تنظيم الأنشطة اللي على أراضيها الصحافة والإعلام نشاط مهم وحيوي وفيه رؤوس أموال وعملين كتر وبالتالي يجب أن يكون هناك ضوابط وقواعد ونظم تحكم هذا النشاط الحقيقة أنه إحنا عندنا في مصر أيضاً ضوابط مماثلة الصحف عندنا بتصدر بالاختار وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لا تستطيع أن تماشر عملها إلا بعد الفصول على الترخيص اللازمة الحقيقة أن الخبر اللي حضرتك بتشير إليه ده برضو بذكرني في فبراير الماضي بخبر مماثل بس في مكان تاني خالص لما منع بس روسيا تدين ناطقة بالألمانية من قبل المنظم الألماني للإعلام هذا موقف متكرر وموجود ولا يمكن لأجنبي ولا يمكن لقناة محلية أن تباشر نشاط بطريقة مشروعة إلا بعد الحصول على الترخيص وأنتها لأن ارتزامها بالقوانين السريع أشاطر حضرتك الرأيي أن فكرة أنه كل بلد لها مجلس أو لها هيئة بتنظم الإعلام داخلها بتدي ترخيص بموجة بقانون يحكم هذا البلد صح كده؟ صحيح وللبلد الحرية الكاملة تمنح هذا ترخيصا وتمنح عن هذا الترخيص صحيح كده؟ الحقيقة أن الحرية دي بتبقى منصوص عليها في القانون صحيح أنت القانون بيقول لك مطلوب منك 1-2-3 هتلتزم بـ 1-2-3 لو التزمت بدول أنا هتديك الترخيص وهتباشر العمل بطريقة مشروعة حقيقة أن في بعض وسائل الإعلام بتباشر عملها دون الحصول على ترخيص سائل الإعلام دي مع أول مشكلة بتحصل بتطور إحنا مثلا في المجلس ساعة تنظيم الإعلام بنبحث لما بيبقى فيه شكوى أو راض لخبر معين فيه مخالفة للقوانين أو للأكواد والمعيير أول حاجة بنشوفها هل هذه المؤسسة حصل على ترخيص ولا لا الحقيقة برضو أننا من خلال البرنامج بتاع حضرتك لازم أأكد أن القانون المصري المنظم للصحافة والإعلام التزم بالمعيير العالمية ولم يعني ما فيش فيه أي قواعد تخرج عن هذه المعيير العالمية يعني إحنا مثلا عندنا ممنوع نشر أخبار متعلقة بالتمييز ما بين المواطنين على أي أساس أو تنشر خطاب الكراهية أو تدعو للعنف أو تدعم الإرهاب أو تدعو للإباحية أعتقد أن ما فيش حد ممكن يختلف مع الكلام ده يعني والغرض في النهاية من هذه المعيير والأكواد هو حماية المجتمع حماية المواطنين حماية الراجل اللي شغل بطريقة مسروعة كيف أميز ما بين الطريق المسروع والطريق غير المسروع إلا من خلال الإعلام عن الالتزام بالقوانين معلش هاخد حددك لحتة تانية كده برضو خاصة بالمجلس الأعلى للإعلام إنه بيحذر من استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات في الجرائم واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وفيه بيان النهاردة طالع من المجلس الأعلى للإعلام في هذا الإطار وتقريبا الموضوع ده بيتكرر كل ما يكون فيه قضية حساسة أو قضية تشغل الرأي العام زي قضية نيرا أشرف أو زي قضية المزيعة شيماء الأخيرة اللي قتلت وفيه اتهام لزوجها في هذا الشيماء جمال وفيه اتهام لزوجها في هذا الإطار وبعض الناس يعني خليم برضو وحداتك أكيد متابعة أكتر مني في هذا الأمر إنه مجرد إنه طلعت شائعة إنه زوجها أو المتهم بقتلها صفر إلى الإمارات وصفر خارج مصر خرجت القنوات إياها قاعدت تقول لك مفيش قانون يحكم البلد مفيش مؤسسات تحكم البلد ده بيحبوا فلان ده بيحبوا علان ده طالما جميل وكان الرد القطع والصريح من النيابة العامة بالأمس إنه طلعت قرار في هذا الإطار والنهاردة صحيفة الأهرام بتقول حبس المتهم بقتل زوجاته الإعلامية شايماء وستاذ ناجد جرجاوي كتب في الصفحة الأولى هذا الأمر وإنه طمر قبض عليه وتم حبسه احتياطيا على زمة التحقيق في هذه القضية تعليق حضرتك إيه في هذا الإطار ستة المستشعى طيب هو الأول إحنا لازم نبقى فاهمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره إيه نظرنا تنظيم الإعلام المسموع المرئي والإلكتروني التنظيم ده بيبقى من خلال إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمجموعة من الأكواد والمعايير والضوابط الأكواد والمعايير والضوابط دي أتعين على الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات إن هي تلتزم بيها إذا حصل مخلفة للأكواد والمعايير بيتم تطبيق لاحة الجزاءات والتدابير لمواجهة هذه المخالفات الحقيقة إن إحنا عندنا مجموعة من الجزاءات يعني متدرجة بتواجه كل الحالات بتبدأ من لفت النظر وبتتدرج إلى أن تصل إلى الغلق الجوئي أو الكل بحسب جسامة المخالفة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مايو الماضي أصدر كود ينظم كيفية نشر أخبار الجرائم والتحقيقات والحقيقة إن ده كود مهم جدا لأن أنت سيادتك صحفي كبير وعارف إن جزء كبير من عمل الصحافة والإعلام منصب على مثل هذه الأخبار فالحقيقة المجلس عندما أصدر هذا الكود حذر من أو طرض التزامات على وسائل الإعلام والصحافة رقم واحد إن هي ما تنقلش من مصادر مجهلة أو ما تنقلش من السوشيال ميديا أو ما تستبقش نتائج التحقيقات أو يعني تفترض أو تنحاز لرواية طرف على رواية طرف آخر أو إن هي ما تحترمش قرارات النيابة العامة أو القضاء حذر النشر أو غيره الكود ده لما صدر تلاحظ للمجلس في الفترة الأخيرة بمناسبة الوقاتين اللي كافتك ذكرتهم إن الحقيقة يعني ما فيش التزام كبير فيهم يعني مما اضطر المجلس إن هو يصدر هذا البيانة يعني حضراتكم لاحظتوا كمجلس على الإعلام إن ما كانش فيه التزام أو انضباط في المعيارين الخاصين بالمشكلتين دول أو بالقضيتين دول الحقيقة أكتر حاجة كانت بتتسابط الفترة الأخيرة اللي هو النقل عن السوشيال ميديا والمصادر مجهولة المصدر ربنا يخليك السوشيال ميديا والحقيقة إن ده يعني الصحافة المهنية والإعلام المهني يعني لا يجب أن ينقل من السوشيال ميديا أو المصادر المجهلة الصحف المخضرم والإعلام الخبير يجب أن ينقل من مصدر موثوق ويجيب خبير يعني النقل عن السوشيال ميديا والنقل عن مصادر مجهلة ده ليه عقوبة؟ هذا معيار موجود يترتب على مخلفته إن انت كده بتقع في منطقة مخلفة الأكواد والمعايير طبعاً المجلس الحقيقة برضو يعني إحنا نظراً لحداثة إصدار الكود في مايو الماضي فإحنا واخدين تطبيق الكود بالتدريب لأن إحنا كمان علينا واجب التبصرة وواجب التدريب وواجب الإعلام والبيان اللي حصل النهاردة في إطار السياسة اللي أنا بقول لسيادتك علينا بجانب طيب سؤال أخير وأنا آسف إن أنا شغلت حضرتك معنا بخصوص اللايفات بقى كل واحد طالع لايف عمال يتكلم في حاجة معينة القضية بالزاد بتاعة نيرا أشرف لقيت كذا لايف وكذا حد عمال إجراءات بتاع إجراءات جديدة في قضية معلومات جديدة وحد أنا ما عرفوش وحد أنا ما عرفوش أبو السلايق طالع بلايف في فن بيتكلم في المشكلة مخالفا كل الأعراف وكل الأكواد وكل التقليد وكل ما يصدر عن المهنة أو شرف المهنة في هذا الإطار دي واحد اتنين اللايفات بقى الخاصة بالترندات يعني فكرة أنا بفكر مع حضرتك وبتمن أو بثمن الإجراءات اللي أنتو بتقوموا بيها في هذا الإطار هل اللايفات دي لاحل أنتو برضو شايفين إنها مخالفة إنها في ضوابط لازم تتعامل لأنه اللي بيحصل في السوشيل ميديا الحقيقة سيادة المستشار بصراحة بصراحة هو ما بقاش هاري لا ولا هبد لا ده بقى يعني وخد نفسكة تانية خالص ممكن نات يعني تضيع حقوق وتغيب عقول فمش عارف حضراتكم إيه ليكوا رأي في هذا الإطار ولا لأ طيب نبدأيا كده سوشيل ميديا يعني أصبحت غول يهدد الجميع غول يهدد الجميع حلوة والكلام ده مش في مصر بس الكلام ده في كل دول العالم أمريكا بريطانيا فرنسا ألمانيا كل الدول أصبحت متفقة على ضرورة وضع ضوابط لكيفية النشر على الإنترنت كويس والمصادر المفتوحة وخصوصا في السوشيل ميديا تمام نحن في مصر عندنا القانون 180 لسنة 2018 أم يعني قطينا نص بذلك الوقت كان يعتبر نصا جريئا عندما يعني ذهب إلى أن كل المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية التي تتخطى تتخطى عدد متابعينها خمس تلاف قالك بتلتزم ببعض وسائل ببعض الالتزامات المتعلقة بوسائل الإعلام لا ينشر رزيلة لا يحرض على جريمة لا يدعو إلى إرهاب أو عنف أو يدعمه موجودة يعني بعض الالتزامات على المواقع الإلكترونية الشخصية التي يتجاوز عدد متابعينها خمس تلاف الحقيقة أن المشرح هنا افترض أن دي يعني زي وسائل إعلام كده مصغرة نيجي في مسألة البث المباشر أو اللايفات طبعا أنت عارف حضرتك أن الغرض الأساسي من البث المباشر هو حصول زيادة التفاعلات وزيادة المساهدات بما قد يحقق بعض الأصباح المالية الحقيقة أن الموضوع أصبح محتاج من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هو يتدخل حتى في الحسابات التي تقل عن خمس تلاف بالنسبة لي مسألة البث المباشر لأن فوق الخمس تلاف متابع ما فيش مشكلة هو ملتزم وهتطبق عليه المعايير المشكلة كمان بقت دلوقتي في إيه؟ في اللي تحت الخمس تلاف وطبعا بطبيعة الحال وسائل الإعلام المحترمة والصحف الخبيرة والمهنية والمخضرمة المفروض أن هي ما تنقلش من مصادر مجحلة أو أنها تنقل من سوشيال ميديا ودي التزامات قانونية عندنا صريحة يعني بس كويس حضرتك تفضلت إن الحسابات اللي أقل من خمس تلاف متابع الحسابات دي حضرتك الحقيقة يتعين النظر لها ويتعين دراسة هذا الموضوع داخل المجلس تنظيم الإعلام يعني ده نتيجة إنه انت شفتوا من الحسابات دي اللي أقل من خمس تلاف برضو بتشارك في تغييب الوعي بتشارك في عمل بلبلة داخل المجتمع بتنقل حاجات برا الإطار وبعض الناس بدي ممكن تنقل علىها فبالتالي بيحصل شيء من العبس داخل المجتمع في قضية ما صح كده ولا أنا الحقيقة إن انت أحيانا قد تعكس صورة غير حقيقية الحادثة قد تكون فردية قد تكون غير متكررة ولكن انت بهذا النشر بتدي صورة سيئة أو غير حقيقية إن المسألة دي يعني مثلا تعرض مثلا تائح للمشكلة هذه قد تكون حادثة فردية ولكن انت بهذا النشر انت بتخليها كما لو كانت ظاهرة وبتدي انتباعات غير حقيقية وبتدي تضليل أيضا بالرأي العام الحقيقة لا يعني أنا متفق تماما مع حضرتك يعني يعني الحسابات الأهلة من خمس سلاف حضرتكم أو حضرتك بتقول إنه يتعين على المجلس الأعلى للإعلام إنه يتدخل فيها وإنه يصوب من يجنح منها صح كده نعم يجد دراسة هذا الوضع ووضع الضوابط اللازمة يعني في حدود ما نص عليه القانون وأكواد المجلس الأعلى لكن دايما بتبقى المسألة يعني ما لهاش علاقة بالحبس أو الغرامة أو أول آخر الحساب تقريبا هو اللي بتوقف لا لا يا فندم إحنا في الصحافة والإعلام لا عندنا حبس ولا عندنا الكلام دا كله إحنا عندنا عقوبات إدارية صح متدرجة بتبدأ من لا بتبدأ من لفت النظر والتنبيه وإعطاء الفرصة للتصحيح وإعطاء حق الرد ويعني الغرامات التي لا تتجاوز حدها الأقصى 250 ألف 250 ألف جنيه الغلق الوجئي أو الكلي موجود كأحد التدابير أو الجزاءات ولكن المجلس حكيم جداً في التخدام مثل هذه أيوة أيوة رشيد جداً رشيد جداً بالعكس هو كمان إحنا عاملين شفاتنا برضو التدرج في التطبيق الله ينور على حضرتنا يعني الحقيقة يعني بنبعث انذار مرة واثنين وبننبه مرة واثنين وبيتم توقيع جزاء أو تدبير خفيف إذا لمسنا إن فيه تجاوب خلاص ولكن المجلس حكيم جداً في اختيار التدبير المناسب علشان كمان عامل حسابه يعني إن بس المسألة يعني بتتطور شوية بشوية مع الوقت سؤال أخير رضا رضا الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام عن الوضع العمكة كل دلوقتي حضرتك شايفوز لأنه أنا كمان يعني أنا مبسوط أولاً من الحوار يعني رغم نواب التليفون لكن أسعدني جداً حضرتك حطيت نقطة على الحروب في حاجات كتير جداً فكل الشكر لحضرتك وكل الشكر للأدوات المحترمة اللي حضرتك بتتكلم بيها والدقة في الكلام يعني حضرتك يعني الحقيقة بتتكلم في إطار القانون المحترم الملزم المنظم القانون فأنا يعني كل الشكر لحضرتك في كل الكلام اللي انت قلت في هذا الإطار أخذ بقى رضا حضرتك عن المسألة عن المنظومة العمكة كل حالياً والحقيقة هذا السؤال يعني لا يجب أن يوجه لي أنا نزع من هذه المنظومة وأنا يعني أنا أتمنى أن حضرتك أن تقول لنا يعني هل هذه المنظومة تعمل بكفاءة ولا لأ وإحنا هنبقى سعداء بأي رأينا تلقى وعندنا استعداد للتصوير والتطوير في أي وقت يعني بشكرك سيدة المسشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام حلو الكلام التفضل بسيدة المسشار والأمر يتعلق بالقانون فعلاً يعني أحنا بنتكلم بقى في الحسابات أقل من خمس تلاف على السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو على تويتر أو على أي من المنصات الإلكترونية يتكلم بمنتهى الشفافية لا نغلق ولا نحبس ألا أكده الغلق بعيد عننا خالص الحبس بعيد عننا خالص إحنا ده آخر حاجة بنلجأ إليها عندما يعني لا يحترم صاحب الأمر أو لا يحترم من تجاوز القانون المعني في هذا الإطار إذا ما احترمش الأكواد اللي احنا كل شوية أو الإنظارات اللي كل شوية نقول له عليها أو آخره لازم تلتزم بالقود المعين إذا ما التزمش بده فاحنا تدريجياً بنوصل معاه لمدى معين من خليه ألتزم في هذا الإطار وبيتكلم عن 250 ألف جنيه في هذا الأمر شكراً سيادة المستشعر محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام شكراً للمشاهدة للمشاهدة وضع للمشاهدة